كمان على مستوى نرجع لمكاسب النادي الاهلي من خلال المونديال وزي ما بنتكلم على المستوى المارك نجي مجين كمان اهتمام العالمي بالنادي الاهلي من ساعة حصوله على التسعة وتفتكر التويتر اللي نزلها البايرن انهما بيستنى النادي الاهلي والتوأمة الرائعة كمان بعد البرونزية تهنئة البايرن للنادي الاهلي بيحصولها البرونزية التوأمة على السوشيال ميديا الشناوي مع مانويل نوير بتتكلم لعبة النادي الاهلي مع لعبة البايرن اسم النادي الاهلي اللي تحط في الفيفا نتكلم على المستوى للتسويق من خلال انت عارف النادي الاهلي مؤسسة يا راية دي كبيرة انك بتاخد اتنين ونصف مليون دولار غير يمكن اللي خدته في البطولة الافريقية فكل ده الفاليو كل ده مكاسب للنادي الاهلي حتى بعيدا عن الفانيات والخبرات لا احنا بنتكلم على مؤسسة بيتدار بشكل احترافي يعني ممكن احنا كابتن بدأنا في المكاسب الفنية ودي برضو كانت مهمة المكاسب الحاضي بتتكلم فيها كتير جدا وكلنا متأكدين كابتن النادي او مجلس ادارة مرتب للبطولة دي من سلتين تلاتة فاتوا ممكن قبل كده وصلنا نهاية وخسرنا لكن انا واثق ان النادي الاهلي ما بيجيبش كل التدعمات دي ما بيجيبش الاجهزة الفنية على الاعلى مستوى دي مع احترام الكامل مش عشان دوري ولا كاس لا بالعكس عشان بطولة افراقية عشان تلعب كاس عالم انا دي عشان زي ما حاجة بتقول اسم كيبقى موجود في الفيفا عشان اسم التشيرت بتاعكيبقى موجود لما تلاقي النهاردة تشيرت محمد الشناوي موجود مع نوير يبقى حاجة كبيرة قوي لما بتلاقي اسم النادي بتردد في كل حاجة يمكن لو تابعنا كمان حديث رئيس النادي بتاع باير بيتكلم نحن بتابع النادي الاهلي من تقريبا من واحترام الشديد كمان للنادي الاهلي وبتاريخ النادي الاهلي وقمته فدي كلها مكاسب اكيد ناس كتير تتمنى تكون موجودة على مكان النادي الاهلي ما في الشك يعني طبعا انا كابتن وامكين دهنا انا مش عايز اكبر الموضوع لسبب لان ده طبيعة بتاع النادي الاهلي لان النادي الاهلي زي ما حاجة بتتكلم ما بيبصش ابدا للمحلي بس لا بيبص لمستوى العالمي تتكلم عن نادي القرر تتكلم من اكتر الاندية في العالم بطلاط بنفس ريال مدريد فالموضوع عدى كتير اوى كابتن ان احنا ناخد ميداليا بس لا الموضوع الناس بتشتغل على حاجة اكبر من كده بكتير اوى ده اللي احنا بنشوفه بنشوف الرضاد الفعل في كل الصحف العالمية كمان صحيح فكل ده ما كاسب نجي تنظر ده جزء بسيط او من الطبيعي ان الاهلي يكون متواجد فيه حيح